انا عفيت عايز تكلم على العامل السلية بس بصورة انت رأيك مودست ولا وسام ولا كهرباء انا رأيي وسام ابو عالي طبعا وسام الحركية اكتر هيديك عملية الضغط على قلب بين الدفاع بتوعز مالك مش يخلوهم يطلع عشان ما يساعدوش ان فيه كومباكت وفيه لحمة والعبة قريبية من بعضها فطبعا وسام الحركات بتاعت وسام اعلى بكتير بكتير من كهرباء ومودست طبعا ولكن على حاجة بسيطة جدا ما كان بتكلم عليها شاكر الديلي اللي كان عامله وسام وسام بعد الماتش قال انه كولر هو نازل ويبانت حتى قال له اشتغل تحت الفيرويد فالراجل نازل مرحل نفسه قريدي من قبلها انه فيه فيرويد اللي هو كهرباء او مودست او ايا كان مين وتحتيه كان بيلعب وسام فهو كان بيلعب ساكن سترايكر مهاجم تاني او شادو سترايكر عشان كرة دايما الخطورة جاية منه لانه هو لعيب بيعرف ينفذ اللي تقاله اللعيب متعلم كورة صح متعلم ينفذ معلومات تعليمات صح فانا رأيي طبعا وسام لكن في الاغلب حسب فكر كولر تاني انا هاكد اللي قلت من اول حلقة لحد الوقتي انه كولر حتى ما بلغش اللاعبين حتى هذه اللحظة بالتشكيل بكرة هيبلغهم عكس الزمالك قول لي بقى عمر السلية عمر السلية عمر السلية لما كان بيلعب وامام عشور موجود كان عمر بيعمل الدلي شوية لتحت ويشتغل من منطقة اعمق في الملعب علشان خاطئ يقدر يعمل السابورت المروانعطية ويقفل الملعب بشكل جيد دلوقتي في ظل التساقط وسط ملعب النادي الاهلي بالكامل بالكامل بتكلم على مروانعطية قليو ديانج وامام عشور دول التلاتة الاساسيين الراجل ابتدى ياخد تكلفات تعالى نشوف جزء منها عشان جزء منها سريعا وهقول لك هو اين اللي بيفكر فيه كولر برضو في وسط الملعب بص هنا واركز على مكان تواجد عمر السلية بص وقف هنا عمر السلية بقى بيتواجد في المناطق اللي كان بتواجد امام عشور بس ناحية الشمال فين في الممر رقم اربع او في المسافة اللي مفروض يتواجد فيها اللعيب مركز تمانية لما يعمل الزيادة وعمل التصويب يروح للي بعديها على طول انا همني اكتر من التصويب مكان التواجب بتاع عمر اللي عملوا على مدار المباراة دي والمباراة اللي قبلها بشكل جيد بيتواجد دايما في الممر بيحاول يتواجد مبين الخطوط علشان يقدر يعمل الخطوط وقدر يعمل ده بشكل جيد الى حد بعيد بيكمل بيتواجد بص واقف هنا كمان بص متواجد فين كم كم المهاجم تاني جنب كهرباء ولما تلعبت الكورة ينزل سيط علشان ياخد الكورة برضو ما بتكلمش على الانهاء ولا بتكلم على التصويب باتكلم على مكان التواجد بتاع عمر السلية فعمر السلية ورقة مهمة جدا جدا عند مارس الكولر علشان يعمل او معشور ولكن اللي بيفكر فيه مارس الكولر ايه ان هو كان بيعتمد على ده لما كان بيبقى متواجد في ظاهره لعيب بيبقى معات نين في الملعب بيقدر يعملوا اجابات دفعية اللي هم كانوا مين مراوان عطية وكوك طب مراوان مش موجود كولر عنده نقطة مهمة عايز لعيب مركز ستة لعيب يجيد الخروج بالكورة لعيب بيجيد الخروج تحت الضغط لعيب يجيد ارسال الكرات الطولية بشكل جيد دي متوفرة في اتنين اللعيبة في كوكا وفي السلية الرهان هل يفضل مكمل بالسلية وبقافشة لان هؤلاؤله م Görm gli24 بش así اللي 2 يكونوا متوجدين وعيب ، اللي 2 ولا يعتمد على عمر السلية كلاعيب مركَز ستة ليه؟ لان كوكا لعيب مهمة عنده جداً في حاجة أني خالص في عملية ضغط العكسي انه كوكا لعيب قوي جداً في عملية ضغط العكسي هل ينزل عمر السلية يلعب مركز ستة وكوكا يلعب لان مركز ثمانة يلعم الحد شمال عشان يساعد علي معلول ويتواجد أفشا هو اللي راح يتنميكي اشتغل كبلي ميكر أنا شايف أن ده أكثر واقعية بالنسبة للأهلي أن السولية هو اللي ينزل ياخد الكرة مش حلوة عوشة